داينج لايت 2 لعبة تعتمد على قراراتك بشكل رئيسي وهالمرة قراراتك مو بس تغير من احداث القصة لكن برضو تقدر تغير عليك عالم اللعبة نستعرض لكم اهم الاشياء الجديدة اللي بتكون في الجزء الثاني طبعا فريق التطوير هو تيك لاند وأمس عرضوا ديمو مطول للعبة وكان فيه معلومات كثيرة احداث الجزء الثاني بتكون بعد مرور 15 سنة من احداث الجزء الاول والمهمة في الديمو هي انك تقابل شخصية معينة حتى تقدر توصل الموية الى مدينتك البطل اسمه ايدن كالدول وهو دائما يكون مع رئيسه اللي اسمها فرانك وهالشخص يتميز بعلاقتها القوية مع اطراف كثيرة وعشان يحل مشكلة المياه في المدينة جمع الطائف الثانية وهم الرينيغيت و the officers في اجتماع حتى يحصلون حل مع بعض لكن تجري الرياح بملاي تجتهي السفن وفرانك يصاب بطلقة رصاص خلال الدقائق الأولى والخطة تنحاس ومن هنا شخصيتك ايدن ترتجل وتروح لمقر طائفة الرينيغيت اللي يتحكمون بمضخات الموية فكرة اللعبة الرئيسية انها فيها مواقف متعددة تعطيك خيارين وكل واحد منهم راح يغير في مسار مهمتك وتقدر تاخذ مهمات بطابع تجسسي او تلحق سيناريو معين قد يكون سهل من البداية لكن ينكبك بعدين اذا احد اختياراتك كانت تمشي مع مصالة احد الطوائف بعد فترة تلاحظ بانهم يضيفون لمستهم الخاصة على المدينة بعض الطوائف راح تفرض قوانين جديدة وبعضهم بيزودون العالم خراب التغييرات ثانية هي ان تم تقليل عدد الزومبيز في النهار وراح تشوف البشر اكثر لكن لما يجي الليل البشر بيدخلون بيوتهم والزومبيز بيستفردون في الشوارع ايضا الزومبيز راح يكونوا متواجدين في مناطق مظلمة داخل بنايات مهجورة ايضا من التغييرات اللي لاحظناها هي اضافة الخطاف اللي يفتح لك المجال بالقفز بين مناطق وواسعة وبعد عندك اداة تحليق اللي بتسرع تنقلك بشكل عام فريق التطوير ضاعف عدد حركات سببوركور في دايينج لايت 2 نفس الخطاف اللي قلنا عنه يخليك تقطع مسافات كبيرة تقدر تستعملها لخطف اشياء من حولك وبنسبة لوقت تستخدمها حتى يساعدك في رفس الاعداء اللعبة فيها كشاف اشعة فوق البنفسجية اذا شغلتها تقدر تعمي فيها الزومبي لمدة معينة هذا غير انه تقدر تقفز من عمارة مرتفعة وتستعمل جسم الزومبي كمخدة عشان ما تتكسر اضراعك خلال لعبك المدينة يمديك تعدل على اسلحتك تركض على الجدران وتفتح وتدخل فتحات التكييف وتقدر تكسر البيبان المغلقة لكن هذا الشيء بيخلص عداد اللياقة اللعب ما فيها امان لان الزومبي يقدرون يمسكونك خلال تسلق ويسحبونك ايضا في شجرة قدرات تقدر تطور فيها كل من المهارات الباركور والقتال داينغ لايت 2 جمعت كل اللي حبوه لاعبينها في الجزء الاول وضعها فتح وخلت قراراتك تصنع قصة خاصة فيك وتكون مختلفة عن تجارب الاخرين اللعبة تصدر رسميا في ربيع 2022 هل انتم متحمسين لها مثلنا؟ اذا ايه شاركونا بالتعليقات برأيكم بالافكار الجديدة